نشروع على أنه بعد الحملة الظالمة والشارسة التي كانت تسلطت ضد أخينا أستاذ إدريس أزمي الإدريسي ادعوا بأن هناك في المجموعات الخاصة الشيحين عبروا على مواقف سلبية إلى آخر وهذا كله كذب غير موجود نهائيا ليس هناك الجميع مجمع على الدفاع عن أخينا الأزمي وأن إخواننا الآخرين أستاذ الرميد وغيرهم من أعضاء الحزب في قيادته ولمشي في قيادة أعضاء الحزب آخرين الذين يتعرضون للتهجمات الظالمة أما ينتقد الإنسان النقد مرحبا به نحن أول من يفتح صدورنا للنقد البناء للنقد الذي لكي يحركنا للمستقبل لكن هؤلاء ليس يبغوا النقد هذا يبغوا الهدم